فهذا أعرض لك صورة حلوة أوشي هتعجيبك جدا مش هبخدت بالك منها النهار ده أعرضونا الصورة يا جماعة عشر دي في رأيه يعني لقطة المباراة النهار ده جميل يا جمال هتقولنا يا جماعة الصورة هنا قدامنا دي ياسين البحيري لعب ناطب بركان بيمكس ضنجا في كرة مشتركة نزل على رأسه وبيشيله وبيمسكه قبل ما يلقى على رأسه وفيدل ينزله يعني في اللايف فيدل ينزله لحد ما نزل اللي برا هقولك على لقطة تاني بتوازي دي من الشخص المحترم ده بجد البناء أدم ده بناء أدم نضيف قوي قوي وحد فعلا يتقدر اللقطة اللي حصل فيها المشكلة لما سيف الجزيرة وقع ويزيزه الولد خد طرد اللي هو الباكليفت اللعيب ده خد اللعيب اللي ضرب سيف الجزيرة وهو واقع وقال له اعتذر له برضو دي لقطة تانية الله ما خدش بالي منها بصراح بدي لقطة تانية وباني جدا في اللايف هايل يعني بنا أدم فعلا بنا أدم صعبة صعبة في المجهود البدن كمان يتعمله صعبة انك تمسكه تمسكه المسكه دي وتلحق انت فعلا عن قصته يعني خد بالك انا بأكد على كلامك باللقطة التانية يعني لقطتين في جيم ولقطتين في جيم بطولة من نفس اللاعب من نفس اللاعب وفي ضغط وانت بتخسر كمان انت في لدك خسرانة وكل حاجة بقى صعبة انت جمهور 80 ألف ولا 70 ألف والبطولة بتخسرها والخصم المنافس ليك ولعيب بيتطرد منك وواحد بيقع على دماغه ممكن لقدر الله يجراله حاجة لان الوقع صعبة جدا فاللعيب ده العيب محترم ولعيب على دماغنا كلنا ولو تقديره بالمناسبة بقى كمان بالمناسبة يعني معرفش يعني بالمناسبة لا سواني يا جماعة قبل ما تجيبوا اللقطة التانية السورة دي أنا بشكر السيد المساوي اللي أنا معرفش بصراحة مين اللي صورها بس أنا بشكره عموما عشان دي لقطة كمان ذاكية جدا وفيها شطرة مش طبعية يعني في حاجات كده بحب ايه اشكر فيها يعني السورة دي ساعة ينتخلين مصور قاعد صاحي بيلقطها في اللقطة دي بالزبط عشر على عشر ده فنان مش مصورة خطيرة بالزبط كده خطيرة يا بشكره شكرا جزيل لحد ما نعرف حتى مين زماننا المصور الرأي العمل كده ونشكره كمان بكرة بالاسم يعني اعطونا اللقطة اللي بيتكلم فيها كابتن طريق جابونا اللقطة اللي انتقول عليها بتاعة الاعتزار طب كويس عموما بنأكد اوكد اه اللقطة اللقطة برضو اكيد عظيمة جدا جاهزة الشباب اهي اهي دي اللقطة هوا بس جاي باللعيب اللي هو داردس على رجل زيزو وقال له وبيقوله حقك علي يا سلام فده الجمال وده المتعة منه هو برضو اللي بحيري فجد حد جميل عزي جدا عايز كمان اللقطة اقولك عليها حلوة كمان اول نهرتا اليوم حلوة كله على بعض